احنا في مصر يمكن عندنا العمل الاهلي ده موجود من سنين السنين وده كان جزء من ثقافتنا يعني حتى بنشوف من زمان قوي من قبل ما يبقى العمل بشكل منظم كان عندنا الوقف والوقفيات حتى زمان كان موجود للناس الأكثر حظا يعني والأكثر سراءا والناس الأقل حظا كانت بتساعد بمجهودها يمكن في الفترة الأخيرة أنا شايفة أن الوعي بيزيد وثقافة التطوع بتنتشر لدرجة أن الموضوع بقى شكله منظم يعني عندنا العمل الاهلي التنموي بشكل أن الجمعيات تتضافر وتعمل أن الشباب يبقوا بمتطوعين وتغيير السخافة التطوع ده أعتقد أنه فرق جدا مع كتير خصوصا أنه بقى معمول بشكل منظم فما بقاش فترة وتعدي أنا مش عايزة بس المنظمات تعمل ده أنا عايزة كل فرد في المجتمع الفرد البسيط الأم البسيطة اللي داخل أسرتها أنا عايزة أحجم أو ألخص الموضوع في دور كل فرد في تعالية القيمة دي وتفعيلها فمش عايزة أحط بس على عاطق المنظمات التطوعية ده عايزة الأسرة البسيطة يوصل لها يعني إيه أنا أغرس قيمة عطاء وتكافل اجتماعي ومساعدة آخرين جوه أبنائي والطرق غير مباشرة طيب إزاي أعملها يا دكتور يعني بشكل عملي كده إزاي أنا كرب أسرة أب أو أم في البيت الأسرة المصرية أربي ولادي على التضامن مساعدة الغير إيه الخطوات اللي أنا ممكن أعملها عشان أزرع فيهم هذه القيمة خليني أقول قيمة يعني التضامن ده زي ما أنا قلت لك في الأول أنا عايزة المعنى يوصل للناس هو بيتلخص في العطاء العطاء للغير العطاء للأقارب العطاء للمحيطين بالشخص يعني كل شخص محيط بينا شايف أني هو محتاج مساعدة أنا لازم أعمل ده وده أزرعه إزاي جوه أولادي أني أنا أقدم القضوة والنموذج لأن الأبناء ما هم إلا تنشأة تربوية بتعمل ذكريات في العقل الباطن الذكريات تعمل مشاعر المشاعر تنعكس في سلوكيات في سلوكيات شخص طول عمره إحنا بنفتكر أهلينا وإحنا صغيرين كانوا بيعملوا إيه وبنقلدوا صح ولا إيه فأنا لما أنا أب وأم أنا موذج لإبني يعني مش عايزة أدخل في تفاصيل قوي بس بالمعاني البسيطة مساعدة حد محتاج حوالي سواء بقى عامل عمارة كل الناس اللي محتاجين المحيطين بي من وقت للتاني ومش أعمل ده الوحدي أوري إبني أن أنا بعمل ده وفهموا أنا بعمل ده ليه علشان ما يبقاش عنده بس يعني الجيل الجديد مسحوب وراء السوشيال ميديا خلينا وقعيين أوكي ما بقاش بس أنا يعني هم مع العجلة بتاعة السرعة بتاعة السوشيال ميديا والتدخلات الكتير لثقافات تانية غير الثقافات المصرية بتتنقل لهم عبر الفيديوهات يعني النسيج القيمي بتاع الجيل الجديد بتشارك فيه ثقافات أخرى